حقيقة على الناحية بقى الفنية طبعا الامور التحكمية واضح ان هي من البداية كده عدد كبير من القرارات مش اقول الجدلية القرارات اللي هي غير صحيحة في وقت قصير وده اللي ممكن يكون يعني نقوس خطر بيتم دقه منذ البداية ومهم جدا ان يكون فيه زيادة في التركيز خصوصا مع وجود تقنية الفيديو اللي لازم تستغل استغلالا افضل لانه ما ينفعش في وجود تقنية الفيديو يكون الوضع بهذا الكم من الاخطاء منذ البداية ولكن المشكلة كمان ان فيه اخطاء في تطبيق القانون زي ما شفنا قبل كده في اللقاءات الماضية لكن على الناحية الفنية بقى النهاردة في مباراة الزمارك والبنك الالي كانت ممتعة ولو حبينا ان احنا نستعرض تشكيلة الفريقين هنبدأ بتشكيلة الزمارك قبل ما تشوفها على الشاشة فهي بالضبط يعني كانت تلاتة 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 واحد دي كانت تشكيلة الزمارك اللي بدأ بيها المباراة بس ما عندناش الرسم ده في الرسومات على الملعب فرسمناها بهذه الطريقة تشكيلة الزمارك اللي ظهر فيها محمد عواد في حراسة المرمى قدامه السلاسي حسام عبد المجيد العائد من الايقاف محمود علاء محمد عبدالغاية ناحية الشمال في نص ملعب تلاتة تانين دونجة وعمر جابر وفتوح اللي مسؤول برضو عن انه ياخد الناحية الشمال في خط الوسط قدامهم بقى قدامهم في النص كده موجود زيزو وإبراهيمان ضيمين ومصطفى شلبي وفي المقدمة سيف الدين الجزيري في الشوت التاني وبعد ما حصل الطرد خرج طبعا خرج الجزيري في نهاية المباراة ونزل محمد صبحي وبدأ بعد كده بقى الزمالك انه يلعب بأربعة في الدفاع علشان يسد الاختراقات الكتيرة اللي كانت بتحصل نزل الزناري وحمزة المثلوسي مكان حسام عبد المجيد ومحمود علاء فرجع فتوح بقى يلعب ناحية الشمال نزل بعد كده شيكابالة رجل المباراة مكان إبراهيمان داي وروق نزل مكان دونجة علشان يزود من التأمين الدفاعي الملاحظ بس في النقطة دايت هنا انه الزمالك برضو لسه عنده مشاكل دفاعية بشكل واضح الزمالك عنده شكل هجومي إلى حد ما جيد تحسن نسبيا نسبيا الضغط العكسي لكن لسه موجود في نفس المشاكل اللي بتخلي الزمالك لما بيفقد الكورة وما بيلحقش يعمل الضغط العكسي بشكل جماعي جيد بيهدد بمنتهى السهولة فعشان كده أي فريق مذاكر الزمالك ممكن يهدده زي ما عمل البنك الأهلي النهاردة وتحديدا في الشوط الأول من المباراة الملاحظ برضو على جانب آخر فيما يخص مستوى الزمالك الفني هو أنه النهاردة زيزو كالعادة بيكون من أهم أوراء الزمالك وصاحب قرارات حاسمة شيكابالا منقذ مصطفى شلبي النهاردة ما كانش فيه أفضل الحالات الفنية محمد صبحي أكيد لسه محتاج بعض الجلسات النفسية إلى جانب التعامل الفني وإن كان الجمهور دعمه ودي لقطة محترمة جدا وشيكابالا ورفاقه أيضا دعمه في هذه المباراة طيب خلينا نروح معكم إلى مباراة أخرى في لقاءات اليوم وهي مباراة المصري مع الداخلية نهاردة بداية سريعة جدا ميدو جابر بتجيله عرضية حلوة أو من حسين السيد يدخل برأسية لكن يصدها حارس المرمة ترجع الفلو يكون لنفس اللعب العمل الرأسية ميدو جابر عشان يتقدم مروان حمدي سجل في الشوت الثاني بتصويبة من داخل منطقة الجزاء وباهر المحمدي سجل أول أهدافه بقميص المصري البور سعيدي برأسية قوية جدا في شباك الداخلية قبل ما إيهاب ساميلي سجل بتصويبة من داخل منطقة الجزاء هدف للداخل